نرجع مرة تاني لمبادرة الثلاثة في المية هل البنوك من حقه نية تغير في الحد الأدنى والحد الأقصى للمرتبات الخاص بهذه المبادرة؟ ممكن تغير للأحسن للمواطن مش تغير يعني فيه هيكل عام لها إن النهاردة ما ينفعش يبقى الحد الأدنى ينقرب منه يعني النهاردة الحد الأدنى ليه ألفين ونص جدلا فأنت حذلك لا ما ينفعش تقرب منه ممكن ترفع سقف الحد الأدنى ده علشان تقود شريحة أكبر فأنا بقول لها حركة هيغير فيما هو صالح الموطن يحط شرط الزيادة مثلا الآي سكور بتاعي بقى أعلى شوية أفضل شوية بيكون شوية قد كروت تانية ده وارد لكن فيه أمور رئيسية لا يمسس بيها زي الحد الأدنى زي الحد الأقصى لسعر الوحدة لأن في الآخر دي مبادرة بيبقى بتمويل من البنك المركزي بيمول البنوك دي لأن البنوك الهدف منها الربح فالثلاثة في الماء دي بتبقى بخصارة على البنوك الكتاع الخاص تحديدا وبالتبعية الفرق ده بيمولهم به وزارة الإسكان أو وزارة المالية أو البنك المركزي صابقا طب تفسير حضرتك أن بعض البنوك حددت الحد الأقصى للمرتبات 18 ألف جنيه في مبادرة الثلاثة في الماء هذا حصل وده اللي أنا لسه كنت بقول لحضرتك عليه أننا النهاردة ممكن أعملها في فايدة للعميل أنا عايزة استقطب شريحة أكبر وده بدعم من الحكومة بدل من نقول 8000 جنيه نقول 18000 فأنا النهاردة الشريحة ما بين الـ 8000 والـ 18000 وسعنا نطاق الناس المستفيدة بالدعم وده دعم من الحكومة طبعا وده حاجة فايدة للمواطنين ده ما يقللش من فرصة الناس اللي هي مرتبتها أقل أن هي تحصل على فرصة التوهيل أنا ما لغتهمش أنا ما لغتهمش أنا ما لغتش الحد الأدنى أنا بقول لحريك إحنا نبدأ من الحد الأدنى ونفترض أنه هو 1200 جنيه الحد الأقصى 8000 أنا خدت من 1200 لـ 8000 لما وصلنا لحد الأقصى لـ 18000 فإحنا وسعنا شريحة المستفيدين بيه فدي فايدة المواطن في الآخر يعني هو كله فايدة المواطن مش خسرين حاجة طيب هزينا تكلم على الإجراءات بصفة عم الشخص بيعمل إيه علشان يحصل على شقة عن طريق مبادرة تمويل للعقائل على حسب الشقة دي يا حريك لو بتكلمي في إعلانات من إعلانات الحكومة أو الوحدات اللي تبع الهيئة المجتمعات العمرانية فهي معروف في الطريق بتاعها بيروح يقدم في البنك أو على الموقع الإلكتروني بتاعها الويب سايد بتاعها ويمشي في الإجراءات يعمل الباسورد بتاعه يقدم من الرقم القومي ويقدم ويحول جدية الحجز اللي بتعلانها الحكومة ساعتها سواء بيكون 10,000 15,000 20,000 حسب ما هو موجود أو بالنسبة للوحدات اللي هي لبعض الوحدات الأعلى شوية اللي بتوصل بسعارها 700-200,000 بيبقى في حدود 50,000 جنيه تحويله على حساب بانك الإسكان والتعمير أو الجهة المنوط بيها اللي هي مثلا صندوق تمويل العقاري أو صندوق الإسكان الاتمامة عزارة تاني يعني ده بيبقى الإجراء بتاعها وتبقى متأكد قبلها أن انت حضرك ينطبق عليك الشروط علشان بس ما تضيعش وقتك وتحاول تزاحم الناس أنت مش تبقى منهم يعني الفكرة النهاردة أنا واحد عارف أن أنا عندي كرود وعليه كريدت كارد مثلا فيزا وعارف أن أنا داخلي 1000 جنيه وبيتخص منه 400 جنيه اللي هي 40% طب أنت راح تقدم ليه في الآخرة وكل خاضع للبحث عن طريق البنك المركزي فأنت حضرتك بتزاحم ناس أنت كاكا مش تقبل وهو ده الحقيقة المنقوصة اللي احنا بنقولها أنا طبعا لا سمح الله مش بشكك في كلام أحد المشاهدين يعني شرفني طبعا كلامهم بس احنا خلينا نبص للصورة الأكمل هل أنت نهاردة عندك كرود هل أنت عندك بعض المشاكل هل الأيس كرود بتاعك عندك مشكلة أنت ممكن تكون فيزا النهاردة عليها 100 جنيه توقف لك كل حاجة ودي المشكلة اللي احنا كلها بنساق نسيت تودع الحد الأدنى شهر في الثاني الأيس كرود بتاعك وقع ما في الآخر هو ده قرد الأهم من ده لنا حضرتك تبقى مصري الجنسية السن من 21 سنة ل60 سنة أو ل75 سنة لأصحاب المعاشات حضرتك بتقدم شهيات الدخل بتاعتك لو أنت حضرتك موظف قطاع عام أو خاص لازم يكون فات عليك على الأقل 6 شهور لو حضرتك من أصحاب المهن الحرة أو الأعمال الحرة وفيه فارق ما بينهم يكون بقى لك 12 سنة أصدرت السجل التجاري والبطاعة الضربية الكلام ده لو هيقدم في مبادرة خاصة بالدولة ترجمة نانسي قنقر